أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وقفنا في المجلس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الممتحنة هو ذي بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيئاً روى البخاري أن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك إلى قوله غفور الرحيم قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاماً ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المُبايعة ما يُبايعهن إلا بقولي قد بايعتك على ذلك هذا لفظ البخاري وجاء في رواية أن لا يُشركن بالله شيئاً وقال فيما استطعتنا وأطقت قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله لا تصافحنا قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما روى البخاري علم عباس قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطبوا بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أن تُنَّ على ذلك أن تُنَّ على ذلك فهذه هي صور مُبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات قال مُقاتل ابن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء وعمر يُبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بقيتك ما تقدم فلما قال ولا يقتلن أولادهن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا قال فضحك عمر حتى استلقى قتلتموهم يوم بدر فقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك أي من جاءك منهن يُبايعن على هذه الشروط فبايعها على أن لا يُشرِكن بالله شيئا ولا يسرقن أي من أموال الناس الأجانب فأما إذا كان الزوج مُقصرًا في نفقته فلها أن تأكل من ماله بالمعروف مما جرت العادة بأمثاله أن تأخذه المرأة ولا يُسمَّى ذلك سرقة وقد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهند بنتِ عُتبة خُذِي من ماله بالمعروف مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَلَا يَزْنِينَ كَقَوْلِهِ تعالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنْ هذا يشمل قتل الولد بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يأيدون يقتلون الأولاد خشية الإنفاق ويقتلون البنات على وجه الخصوص خشية العار يقتلون الأولاد خشية الفقر والإملاق ويقتلون البنات على وجه الخصوص خشية العار ويعمُّ كذلك كما قال ابن كثير رحمه الله من يقتل وهو جنين كما يفعله بعض الجهلة من النساء وهو الذي يسمى عند الإجهاض أن تُجهِض المرأة هذا الولد من أجل أنها لا تريد أو حملت مباشرة أو غير ذلك كأن تطرح نفسها من مكانٍ عالٍ أو ما أشبه ذلك وتحمل شيئًا ثقيلاً وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَالٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ قال ابن عباس يعني لا يُلحِقن بأزواجهن غير أولادهن وكذا قال مُقاتل قال ابن عطية رحمه الله تعقيبًا على قول ابن عباس واللفظ أعم من هذا التخصيص واللفظ أعم من هذا التخصيص فقوله وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ لَفْظٌ عَامٌ وذلك أن بعض الناس أسقال بين أيديهن يُراد به اللسان في الكلام والقُبْلَة في الفم ونحوها وبين أرجُلِهن يُرادُ به الفُروج وولد الإلحاق وغيره واللفظ عام فيُباعِعنَا أَلَّا يَأْتِينَ بأَيِّ بُهْتَان ومن صُورِ البُهْتَان ما ذكره ابنُ عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من المفسِّرين وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف وجه تقييده بالمعروف كما قال المفسِّرون مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به فإنه لا يُعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بغير المعروف لكن وجه هذا التقييد للتنبي على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق فقوله وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف من هذا الباب التقييد من هذا الباب وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو معروف كما هو معروف من سنته صلى الله عليه وسلم قال الشوكانيُّ كلُّ أمرٍ هو طاعةٌ لله كلُّ أمرٍ هو طاعةٌ لله كلُّ أمرٍ هو طاعةٌ لله وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف قالوا المعروف الطاعة المعروف الطاعة ومنهم من قال ولا يعصينك في معروف إن المراد به النياحة والتي عُرفت به النساء فقد روى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوحُّ ورواه الترمذي وابن ماجة ورواه الترمذي وابن ماجة وكما قلت لكم اللفظ أوسع من ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحاتها ظاهرة فإنه قد نهى عن تولي الكفار في بدايتها ونهى عن التوليهم كذلك فافتتح بالنهي عن التولي وختم السورة بالنهي عن التولي فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم يعم الكفار سواء كانوا من المشركين أو من النصارى أو من اليهود وأخص أوصاف اليهود الغضب أخص أوصاف اليهود أنهم من المغضوب عليهم لكن المراد هنا ليس المراد به اليهود فحسب وإنما أنهي عن التولي عن الكفار بعامة ومن هؤلاء اليهود المذكورين أو الكفار المذكورين في هذه الآية كفار قريش قد يأسوا من الآخرة أي من ثوابها ونعيمها في حكم الله كما يأس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان لأهل التفسير الأول كما يأس الكفار الأحياء من قرابتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ذلك أنهم لا يعتقدون أن هناك بعث أو نشور فيجتمعوا بأقاربهم هذا معنى من المعاني والمعنى الثاني كما يأس الكفار الذين هم في القبور من كل خير كما يأس الكفار الذين هم في القبور أن يعملوا خيراً ما الفرق بين القولين يا أخواني الفاعل من هو في القول الأول الأحياء والفاعل في القول الثاني الأموات ولا مانع من حمل الآية على كلا القولين هذا ما يتعلق بهذه السورة وننتقل الآن إلى سورة الصف وهي مدنية وهي مدنية أي أنزلت في المدينة وهي تقرر أمرين أساسيين الأول أن دين الإسلام هو المنهج الإلهي للبشرية وأنه سيظهر على الأديان كلها وأنه سيظهر على الأديان كلها كما بشر بذلك عيسى عليه السلام الأمر الثاني أن من أعظم أسباب ظهور هذا الدين هو صدق النية في الجهاد في سبيل الله إذن هذه السورة معنية بتقرير أمرين الأول أن الدين الإسلام هو الدين هو المنهج الإلهي للبشرية وأنه سيظهر على جميع الأديان القضية الثانية أن من أعظم أسباب ظهوره هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وهي سورة كما قلنا مدنية في قول جمهور أهل العلم وهناك رواية عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أنها مكية والصحيح القول الأول لأن معاني السورة تعضد ذلك تعضد ذلك فإنه لم يكن في مكة جهاد فإنه لم يكن في مكة جهاد وإنما شرع الجهاد متى؟ في المدينة شرع الجهاد في المدينة قال الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الحشر ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكارٌ على من يعيد وعدًا أو يقول قولًا لا يفي به لا يفي به وقد استدلَّ بعض أهل العلم على أنه يجب الوفاء بالوعد مُطلقًا استدلالًا بهذه الآية يجب الوفاء بالوعد مُطلقًا ومن العلماء من قال وذهب جمهور أهل العلم على عدم وجوبه على عدم وجوبه مُطلقًا وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنَّوا فرضية الجهاد عليهم فلما فُرِض الجهاد نكل عنه بعضهم وتوسَّط جمعٌ من أهل العلم فقالوا يجب الوفاء بالوعد الذي يترتَّب عليه غرم للموعود كان يقول إن شاء إنسان لشخص تزوج وأنا إن شاء الله عز وجل أمشي لك راتب لمدة إلى أن تتوظَّف أعطيك ألفين ريال إلى أن تتوظَّف بس أهم شيء تتزوج يقول إن ما دام ترتَّب عليه غرم يجب الوفاء به لأنه تتزوج ورطة لا 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 وتزوج هذا الأخ ثم نكلت عن الوفاء بوعدك ها؟ فإن هذا فيه ضرر على الذي وعدته ولذلك توصَّط بعضها العلم قالوا لا يجب إلا إذا كان هناك غرم للموعود يعني يترتَّب عليه غرم فهذا واجبٌ أو جوبته على نفسك يجب الوفاء به يجب الوفاء به ثم قال سبحانه كابُرَ مَقْتًا كابُرَ مَقْتًا قال ابن عطية كل من يقول ما لا يفعل فهو موقوت أخذه من قوله تعالى كابُرَ مَقْتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أن تقولوا ما لا تفعلون والمقتُّ هو البُغْض من أجل ذنبٍ أو ريبةٍ أو دناءة يصنعها الممقوت ومعنى كابُرَ مَقْتًا أي كامُرَ مَقْتُ فِعْلِكُمْ كابُرَ مَقْتُ فِعْلِكُمْ فحُذِفَ المُضَافَ إِلَيْهِ وَنُصِبَ الْمُضَافَ عَلَى التَّمْييزِ ثم قال سبحانه إن الله يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفَّا إن الله يحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفَّا وقصد الآية الجد في كل الأوطان في كل أوطان القتال وأحواله وقُصِد بالذكر هنا أشدَّ الأحوال وهي الحال التي تحوج إلى الصفِّ المُترَاص ونابَت هذه الحالة المذكورة منابَ جميع الأحوال وقضَت الآية أنَّ الذين يبلُغوا جدُّهم إلى هذه الحال حريون ألا يُقَصِّروا عن حال أي حريون ألا يُقَصِّروا فيما دون هذه الحال فإنهم إن ترَاصَّوا في هذه الحالة العصيبة فإنهم سيكونوا جاد ستكونوا ديدنهم الجد في بقية مواطن وأحوال القتال وقال القرطبي ومعنى الآية إن الله يحبُّ من يثبُت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء وفيه دعوة للثبات دعوة للثبات في الحروب إن الله يُحِبُّ الذين يُقاتِلون في سبيله صفًّا كأنهم بُنيانٌ مرصوص مرصوص يعني مصفوف متضام قال المبرد هو من رصصت البناء إِذَا لَا أَمْتُ بَيْنَهُ وَقَرَبْتُ حَتَّى يَصِير كَالْقِطْعَةِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يَصِير كَالْقِطْعَةِ الْوَاحِدَةِ فَوَصَوَّرْ هَأُولَاءِ الْمُجَاهِدِينَ أَنَّهُمْ كَالصَفِّ الْوَاحِدِ يَصُفُّونَ صَفًّا حَتَّى أَنَّهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ وهذا أدعى لثاباتهم أدعى لثاباتهم فالله سبحانه وتعالى يُحِبُّ منهم هذه الحالة وهي دعوة للثبات في الجهاد للدعوة للثبات في المعارك ولُقِيان العدو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَيَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا قال سعيد بن جُبير رضي الله عنه عند قوله تعالى إن الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقَاتِلُوا الْعَدُوَّ إِلَّا أَنْ يُصَافَهُمْ وهذا تعليمٌ من الله للمؤمنين ثم قال سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمْ لِمَا تُؤْذُونَنِي يُخْبِرُ سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران أنه قال لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وقد آذَى بنُو إسرائيل موسى عليه السلام آذوه في جسده وفي دعوته قال له أشياء كثيرة ومن صور الإذاء أنه قالوا أنه آذر وقد جاء في آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهِ مما قالوا لأنه كان لا يغتسل معهم عرياناً فاتهاموه حتى وضع ثوبه على حجرٍ ففجر الحجر بثوبه وموسى يلحقه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر فرأوه فإذا هو بريء من العيب الذي اتهموه به وبرأه الله عز وجل وآذوا حينما قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وهذا فيه مناسبة فإنه لما أمر بالقتال والبنيان المرصوص ذكرهم بحال بإذاء بني إسرائيل ومن صور بإذاء بني إسرائيل له أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون ولذلك أخذها أحد الصحابة فقال والله ما نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معك مقاتلون إنا معك مقاتلون وذكر الشيء وذكر قصة موسى وإذاء قومه له فيها فائدة من وجهين الأول تسلِي أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من أذى قومه فكما أوذيت يا محمد فقد أوذي من قبلك موسى عليه السلام وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر كما أن فيه نهي للمؤمنين من مشابهة بني إسرائيل فيصل الأذى منهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيصل الأذى منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والغفلة وهذه الآية يا أخواني من أدلة قاعدة الجزاء من جنس العمل والجزاء بالذنب على الذنب كما مر حينما قررنا ذلك عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله حول هذه الآية وأشباهها نأخذ من هذه الآية قاعدة أن كل من أضله الله فهو بسبب منه أن كل من أضله الله فهو بسبب منه لأن الله سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ثم قال بعد ذلك وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ماذا تلاحظون يا أخواني بين قول موسى وقول عيسى ملاحظة لفظية يا أخواني لا يا قوم وش فيها طيب وعيسى ليش يعني الله عز وجل هنا قال وإذ قال موسى لقومه وقال عن نوح وإذ قال نوح لقومه وهود وصالح إلا في عيسى فإنه يقول يا بني إسرائيل قال العلماء رحمهم الله قال بن عطية لأنه أحسنت لم يكن لعيسى عليه السلام فيهم أب لم يكن لعيسى عليه السلام فيهم أب فإنه ولد من أم واحدة فقط من أم مريم عليه السلام ولذلك الخلق يا أخواني على أربعة تصناف الخلق على أربعة تصناف من خلق من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم ومن خلق من ذكر بلا أنثى حوى ومن خلق من أنثى بلا ذكر عيسى ومن خلق من ذكر وأنثى وهم بقية الخلق وقال القرطبي جوابا عن هذه الآية لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه فيكونون قومه وهو نحو قول ابن عطية رحمه الله يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه أي أن التوراه قد بشَّرت بي وأنا مصدق لما بين يدي من التوراه وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا كذلك مبشِّر بمن بعدي وهو الرسول النبي الكريم محمد فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد بشَّر بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد اسْمُهُ أَحْمَد وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما اسمه محمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخار إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحُ الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فالمقصود بأحمد هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ومُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحرٌ مُّبين قال ابن عباس ما بعث الله نبيًّا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي لا يتبِعنه وأخذ عليه أن يأخذ على عماته العهد لئن بعث على محمد وهم أحياء لا يتبِعونه فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَنْ هَا أَخْوَانِي مُحَمَّدْ نَأْ أَحْسَنْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يَقُولْ مُحَمَّدْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولْ عِيسَى والآية تحتمل فيها قولان لأهل العلم فَلَمَّا جَاءَهُمْ أي أحمد وهو المُبَشَّر به في الأعصار المُتقادمة هذا القول الأول هذا القول الأول قال ابن عطية ويُحتَمَلْ أن يُرَادْ به عِيسَى ويكون الآية ومبعدها تمثيلاً بأولئك لهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحتمل هذا ويحتمل فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرٌ مُبين ثم قال سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ افتِراءُ الكذِب هو قولهم هذا سحر وما جرى من هذه الأقوى بغير دليل ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن يفتر الكذب على الله عز وجل ممن يفتر الكذب على الله عز وجل وقال هنا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ باللام يعني باللام المعرفة معناه أنه كذب معروف مخصوص وفي غيرها كثير كذباً ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً كما في سورة الأنعام وغيرها والسبب يا أخواني لأنه في هذه السورة إشارة إلى ما جاء ذكره من قول اليهود والنصارى لموسى وعيسى عليه السلام إشارة إلى ما جاء في هذه السورة فهو كذب إيش مخصوص تقدم ذكره ولذلك قال الكذب أي الكذب المعروف الذي حكيناه قبل من قول قوم موسى لموسى ومن قول قوم عيسى لعيسى أي لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يُدعى إلى الإسلام يجعل لله عز وجل أنداداً وهو يُدعى إلى التوحيد يُدعى إلى الإخلاص إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لكنه يفتري الكذب على الله عز وجل وصور الكذب كثيرة لا أظلم ممن هذه حاله والله لا يهدي القوم الظالمين لما قال في أول الآية ومن أظلم أي لا حقاد أظلم ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال سبحانه وتعالى يُريدون ليُطفِعوا نور الله بأفواههم الإطفاء هو الإخماد يُستعملان في النار ويُستعملان فيما يجري مجراهما من الضياء والظهور أي حسًا ومعنى يُستعملوا حسًا ومعنى يُريدون ليُطفِعوا نور الله بأفواههم التعبير عجيب يا أخواني يُريدون ليُطفِعوا نور الله بأفواههم لو تصورتم يا أخواني إنسان يُريد أن يُطفِع نور الشمس بلعابه هل يُصدَّق هذا؟ هل يُمكن يا أخواني أن تُطفِع نور الشمس بلعابك؟ ها؟ ها يا إجماعة فكذلك نور الإسلام لا يُمكن أن تُطفِع نور الإسلام شوفوا يا أخواني التشبيه التشبيه عجيب أي كما أنه لا يُتصور ويستحيل أن تُطفِع نور هذه الشمس بفيك بلعابك فكذلك لا تستطيع أن تُطفِع نور الله النور المعنوي وهو نور القرآن نور الهداية نور الإسلام بأقوالك وأفعالك يشهد لهذا تمام الآية والله مُتم نوره والله مُتم نوره ولو كره الكافرون ثم قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على دين كله ولو كره المشركون وقد تقدَّم شيء من هذا في سورة التوبة فغاية ما يُمكن أن يقولون عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ سحر عن القرآن أنه سحر أنه كهانة وقوله على الدين كله لفظ يشمل العموم أي لا يبقى موضع فيه دين غير الإسلام أي والله مُتم نوره ولو كره الكافرون ليُظهره على الدين كله وهذا يكون يا أخواني وقت نزول عيسى عليه السلام هذه حالة لا يبقى على الأرض إلا الإسلام ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ويُحتمل أن يكون المعنى أن يُظهره حتى لا يوجد دين إلا والإسلام أظهر منه وقد كان هذا في زمن من الأزمان وهذه الاحتمالات كلها تُحمل عليها الآية والقاعدة يا إخواني إذا كانت الآية تحتمل كل المعاني التي قيلت فيها فالأصل أن نحملها على كل المعاني التي قيلت فيها ولا نخُص نوعًا أو معنًا دون معنى ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدُلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ أليم؟ وقد تقدَّم أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوا فأنزل الله عز وجل هذه السورة ومن جُملتها يا أيها الذين آمنوا هل أدُلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ أليم؟ تجارة لا تبور تجارة عظيمة مُحَصِّلة للمقصود مُزيلة للمحذور ما هي هذه التجارة؟ ها تضربون في الأسواق تبيعون تشترون لا قد فسَّر هذه التجارة فيما بعدها قال تُؤمنون بالله ورسوله هذه التجارة العقيقية وتُجاهِدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون أي ذلكم خيرٌ لكم من تجارة الدنيا والكدِّ لها والتصدِّ لها فهذه هي التجارة الباقية لماذا؟ يغفِر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار أي إن فعلتم ما أمرتكم به غفَرْتُ لكم الزَّلَّات وتجاوزت عن السيِّئات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيِّبات فهنيئًا لمن فاز بهذه التجارة كما قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنَّة ومساكن طيبة طيب المساكن يا أخواني هي سعتها وجمالها وقيل طيبها المعرفة بدوام أمرها قال ابن عطية هذا هو الصحيح وأيُّ طيبٍ مع الفناء والموت يقول ابن عطية رحمه الله إن طيب المساكن لا يصدق على طيب المساكن إلا مساكن الجنَّة ليش؟ للدوام لأنه مهما عشت في قصر البنيث إذا علمت أنك زائل أن هذا زائل أو أنه باقٍ لمن بعدك وأنت الزائل فإنه لا يكتمل طيبة فالطيب الحقيقي هو طيب مساكن الجنَّة التي هي أيش لا تفنى دائمة ثم قال سبحانه وأُخرى تُحِبُّونَها طيب أليست الأولى نُحِبُّها؟ فلماذا قال وأُخرى تُحِبُّونَها؟ الأولى محبوبة لنا أكيد فلماذا خصَّ المحبة بالأُخرى؟ قال وأُخرى تُحِبُّونَها أحسنت وصفها تعالى بأن النفوس تُحِبُّها من حيث أنها عاجلة في الدنيا يرونها الآن يرونها ويُحِسُّونَ بها ولذلك قال وأُخرى تُحِبُّونَها وقد وُكِّلت النفوس بحب العاجل ففي هذا تحريضٌ للمؤمنين على الدخول في هذه التجارة الحقيقية لأن هناك شيءٌ آجل وشيءٌ عاجل وشيءٌ عاجل ثم قال وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يعني أي بشِّرهم بالنصر بشِّرهم بتحقيق هذا الوعد نصرٌ من الله وفتحٌ قريب بأن الله سبحانه وتعالى إن التزموا بهذه التجارة فسيأتيهم الفتح وسيأتيهم الفوز بهذه التجارة قال ابن عطية وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبرعة المعنى كيف يا أخواني صور هذه التجارة بأسطرٍ معدودة حملت كل هذه المعاني التي تجعل النفوس يا أخواني تُقبل على هذه التجارة وهي معتقدة ومتاقنة الوعد الإلهي ثم قال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله الحواريون هم خواص الأنبياء عليه السلام سموا بذلك لبياض ثيابهم واستُعمِل إسمهم حتى قيل لكل ناصر عاضد حواري ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحواري الزبير أي ناصري وعاضدي فهذا ندبُر من الله سبحانه وتعالى لمؤمنين إلى النُّصرة حيث وضع لهم هذا الإسم الأنصار وهو عُرفٌ اختص به الأوس والخزرج وسماهم الله عز وجل به فدعاهم إلى ذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ومؤازروك وناصروك ناصروك فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أي لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه آزره من آزره من الحواريين اهتدَت طائفة من بني إسرائيل وظلَّت طائفة فجحَدَت نُبُوتَه ورمَوْ أُمَّهُ بأعظم العظائم وهم اليهود عليهم لعائن الله وقد اختلفوا وافترقوا شيعًا فمنهم من قال إنه ابن الله ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة وغير ذلك ولذلك قال فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فقال الله فأيَّدنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأصبحوا ظاهرين أي بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجَّال مع عيسى بن مريم عليه السلام فأيَّدنَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِعِيسَى وِبِشَارَتَهِ على عدوِّهم فأصبحوا ظاهرين وهذه الآية تتمَّة لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من تفسير سورات الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا